لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الأزهر ياصف الله بالإطراب العقلي احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن الأشعارة وعلى رأسهم الأسهر مش بينفوا حقيقة الرحمة وبس والكمان بينفوا الكلام وحقيقة الرضا والغضب وحقيقة أي صفة فعالية وإن اللي بينفي عن الله حقيقة أي صفة فإنه كفر والكفر ده أكده شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب أنه هو المسهب الذي ساد هو المسهب الذي استمر فترة طويلة وهو المسهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين والشيخ الجامي قال أيما طالب الدرس العقيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ولكنه على جهل وفي شبه معذور أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء عند ذلك لا عذر ونعيد كلام الشيخ الجامي لأنه بيقول الكلام ده والكلام ده خطير نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء عند ذلك لا عذر يعني الأزهري اللي بيسمع كل الحلقات حلقات النقل أم العقد اللي بتكشف الزيف وبطلان مسهب الأشعر ويقول لا لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء مالوش عذر عند الشيخ الجامي يعني محكم عليه بالردة وفي حكم الكافر وطبعا لأجل هؤلاء قصد الشيخ الجامي أن مشايخ الأزهر بيحتقروا الوهابية غلات الحنبلة اللي بينك وسان يعني هؤلاء والشيخ الجامي حكم أنك مالكش عذر يا طالب الأزهر يعني الشيخ الجامي حكم عليك بالردة والكفر ونرجع لطالب الأزهر اللي قال الأزهر وشيخه ومشايخه ومش بيسبوا الله ورسوله لأن ما فيش مسلم حقيقي يسبوا الله ورسوله ولو سب الله ورسوله ما يبقاش مسلم ودي تلات نقاط هنرد عليهم نقطة نقطة النقطة الأولى الأزهر وشيخه ومشايخه مش بيسبوا الله ورسوله وأنا مش بكلم طالب أزهري واحد أنا بكلم كل طلاب الأزهر وأفكركم بمعنى كلام شيخ الأزهر اللي قلناه وشرحناه في حلقات فاتت قبل كده ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي فاللهو قال أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله حادث أو قديم أو أزلي وزاي ما شفنا الشيخ الأزهر بيقول فاللهو قال إن القرآن كله مخلوق ولا إن القرآن كله قديم أو أزلي وقلنا أن الكلام ده معناه أن القرآن مش مخلوق ومخلوق مش مخلوق يعني الله أخرص مش بيتكلم وده معناه الكلام النفسي وشيخ الأسهر بيأكد الكلام ده في الفيديو اللي الجاي خلينا نشوف مع بعض قال بالعكس المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلقها الإنسان ده اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي بيسمي وزي ما شفنا بيقول المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أولا تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان ده اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي وكان تعليق الشيخ البراك على الكلام النفسي بيقول ومسهب الأشعر في كلام الله في القرآن هو أقرب إلى مسهب المعتزلة وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لما تشبه الله بالأخرص هل دي مش مسبح؟ هيعلمكم يا طلبة الأصهر في الأصهر أن كلمة أخرص تعتبر صفة كمال والبين لله يعني زي ما على رأي كده ما بيقول بجد يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا زي ما بيقول الشيخ البراك يعني تصوروا يا طلاب الأصهر لو واحد فيكم بيقول لملك من ملوك الدنيا أنت أخرص طبعا مش هيتجرأ أي واحد فيكم يعمل كده الملك ده هيعتبر الكلام ده مدح ولا شتيمة ده شيخ الأصهر ما قالش أن الله أخرصه بس لا ده بيقول أن الله اللي بيتكلم كلام نفسي اللي هو مش كلام أصلا والكلام النفسي معناه أن الله مش بيتحكم في كلامه يعني الكلام النفسي اللي مش كلام يعني كده بيشر من ربنا يعني كده وده معناه كلمة قديم والكلمة دي شرحناها في حلقة كانت رقم 35 وكانت بعنوان الحلقة دي الإله الأخرص ونقلنا شرح ابن حجر لحديث بسهيل بخاري كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشركة عن الشهادة وغيرها يقول لنا كده قال الحافظ ابن حجر وقوله أحدث الأخبار بالله أي أقرب هنزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه القديم وابن حجر من أئمة الأشعارة ونلاحظ أنه استخدم نفس الكلمة قديم اللي هنشوف شيخ الأسهر وهو بيقولها وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي توسط الأشعارين فقال أن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي هخضبه ده قديم وزي ما شوفنا شيخ الأسهر بيقول توسط الأشعار فقال أن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي هيخضبه ده قديم وكلمة قديم شرح الشيخ البراك وإحنا في الحلقة دي هنركز على معانيها اللي فيها سب لله ورسوله ونروح لشرح الشيخ البراك الشيخ البراك بيقول إيه والقديم هو الذي لا بداية لوجوده إلى أن يقول قديم لا تتعلق به ما شئت الله سبحانه اسمها يطلب الأسهر وافهموا إيه معنى السم العقدي والفكري اللي بتتعلموه من الأسهر افهموا إزاي الأسهر وشيخه ومشيخه بيستخفوا بقولكم والحكاة مش محتاجة يعني عبقري ولا عبقرية ولا حتى مستوى زكاء عالي بس لازم تكونوا صدقين مع أنفسكم أولا ولا أنتوا عايزين تصدقوا الكلام اللي محدش يصدقوا عشان تكونوا شيوخه وعشان مناصب وأموال يعني الله بيتكلم غصب عنه يعني ما يقدرش يسلطر على نفسه يعني زي أي إنسان يتكلم بشكل غير إرادي ما يقدرش يزبط كلامه بس الفرق بين كلام بين الله وبين الإنسان اللي أن الله يعني مش قادر يتحكم في نفسه كلامه يعني الله مش قادر يتحكم في أفعاله ولا في كلامه ولا أقواله وإلي مش بيتحكم في أفعاله ولا أقواله لا مصدقية لا أفعاله ولا مصدقية حتى في أقواله وإلي مش بيتحكم في أفعاله أقواله ده بيكون إيه ده مصدقية في أفعاله ولا مصدقية في أقواله وبرضه يعني من الآخر الجنة دي ممكن تدخلها الشياطين والنار ممكن تكون قرار الأنبياء والمؤمنين وبقس القرار لأن الله ملوش كلمة وأن الله برضو مش بتحكم في كلامه ده هو المعنى كلام قديم زي ما بيقول الشيخ الأصهر وطبعا أي عائل بيسمع الكلام ده بيقول أنه سب لله ورسوله لكن طلاب الأصهر هيقوله لا ده مش سب لله ورسوله مستحيل أن الأصهر وشيخه ومشيخه يسبه الله ورسوله طيب هل يا طلاب الأصهر لما الأصهر وشيخه ومشيخه يسبه الله ورسوله يبقى كلامهم مش سب لأن دول هما الأصهر وشيخه ومشيخه مع أن الكلام اللي قاله شيخ الأصهر بيعتبر سب حسب حكم الله ورسوله يعني أنتوا يا طلاب الأصهر بتكذبوا الله ورسوله وتقولوا لله ورسوله أنتوا بتكذبوا ده الأصهر وشيخه ومشيخه أصدق منك يا رسول الله أنت ورسول الله وسؤال هل أخدتم الأصهر وشيخه وما شرخوا أرباباً من دون الله بس أرباباً من دونها جديد أرباب بيسبو الله ورسوله وانتو وطلاب الأسهر بتعتبروا ان سبو الله ورسوله اللي انتو بتتعلموا في الأسهر عبادة وطاعة ومتتقربوا بيها لله وأكتر من كده بتعتبروا السب ده لله ورسوله هو الإسلام الصحيح ودي حاجة ما يعملهاش حتى اللي بيقب الصنم أو الهندوسي أو عباد البقر استحال ان الهندوس اللي بيقب حتى بقرة بيسبها ويشتمها ودلوقتي انا هعمل لكم ملاخص لحلقة النهاردة في حلقة النهاردة كانت موجهة لطلاب الاصهر والشيخ الجامي بيوجه كلامه ليهم ويقول اما اذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف حقيدة مشايخنا وعلمائنا لاجل هؤلاء طبعا يعني اصدع الوهابية عند ذلك لا عصر وشيخ الاصهر قال فلا هو قال ان القرآن كله مخلوق ولا ان القرآن كله قديم او ازلي وابن حجر قال احدث الاخبار بالله اي اقرب ونزولا اليكم من الله عز وجل فالحديث بالنسبة الى المنزول اليهم وهو في نفسه قديم وراح الشيخ البراق رد على ابن حجر وقال مسهب الاشعارة في كلام الله وفي القرآن هو اقرب الى مسهب المعتزلة وهو يتضمن تشبيه الله بالاخرص سبحان الله تعالى عن ذلك الوان كبيرا والشيخ البراق قال والقديم هو الذي لا بدال وجودة غاية ما قال قديم لا تتعلق به مشيئة الله سبحانه وده معناه ان الله لا يتحكم لا في افعاله ولا في اقواله ودي شتيمة لان ده بيكون لا مصدقية لا افعاله ولا مصدقية في اقواله برضو وسؤال لاي طالب اسهري قبل ما اختم الحلقة هل من شروطك كبول في الاسهر انك تسب الله ورسوله لان عقيدة الاسهر الاشعارية مبنية على سب الله ورسوله وتبوني الحلقة الجاية عشان نواصل الاسهر وعقدته الاشعارية اتقل بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الاسهر اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بألف درجة من ان تسقط اراضينا انت اترد بعقل اترد بعقل اترد بعقل اترد بعقل اترد بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المسا